في الأستوديو الذي سيكون حول الصرفة الإسلامية وكذلك تعميمها ودور الزوايا في تحفيز المستثمرين وكذلك المواطنين في اعتماد الصرفة الإسلامية أيضا مرحب بسيد محمد الشيخ الجلالي المنسق الوطني لزوايا الشيخية وكذلك مدير المركز التقافي الإسلامي سابقا بولاية البيض أهلا بك سيدي معنا أهلا وسهلا بك شرفتي أخت شكرا جزيلا لك إذن نبدأ معك مباشرة النقاش حول تعميم الصرفة الإسلامية بداية يعني ومن نصبكم هذا كيف ترون هذا القرار بسم الله بدأت بحمد الله قصدا لنجح ما أروم من استفتاح نظم القصيدة وأهدي صلاة ثم أذكى تحيتي على المجتاب الهادي شفيع البريتي هو المؤفق سبحانه وتعالى لكل الأعمال ولكل الخيرات وهو الهادي إلى سواء السبيل وهو الذي وفق سبحانه وتعالى من كان وراء هذه المبادرة في الخفاء أو في الظاهري إلى أن نصل إلى هذا المسعى الذي كان حلما وأملا وحتى آلام بعض الناس ساعين إلى الوصول إلى ما وصلنا إلى استيراف الإسلام طيب يعني كثير تحدث عن عدم وجود بنوك ربما إسلامية مئة بالمئة في الجزائر يعني في نظركم إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه البنوك الإسلامية في خلق اقتصاد وطني جديد نابع من العقيدة الدينية هو أقول أن ما وصلنا إليه في إطار الصيرف الإسلامية هي تجربة العالمين تجربة الله تبارك وتعالى ودعوة الله تبارك وتعالى إلى هذه الصيرف الإسلامية إلى أن الإنسان من طبيعته يميل يمينا وشمالا بحثا عن الأشياء التي يمكن يجد فيها السعادة ويجد فيها الراحة إلى أن السعادة والراحة فيما سطره الله تبارك وتعالى الخال يقول هذه المخلوقات رب سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الصيرف الإسلامية أولا وأزلا في الآزلين لما أمر الرسل بالابتعاد عن الربا والابتعاد عن أكل الشبهات والحرام نداء خالد في القوال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنه بما تمعلون عليهم ويشير سبحانه وتعالى كذلك يا تيلي وخصص المؤمن يا أولدين أملوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حتى الحيوانات علمها رب سبحانه وتعالى من أين تقتات ومن أين تأكل من غير إحراج ومن غير تفريط ومن غير قساء ومن غير ذنب الناس يشير الله تبارك وتعالى في صورة النحل وأحاربك إلى النحل أن يتخذي من الجبل هذا العالم الحكيم رب سبحانه وتعالى أشار إلينا إلى هذه الصيرف الإسلامي وجود البنوك جربت البنوك أمين وشمال سواء عبر العالم لأنني ذاك ما قلنا للناس جميعا جربت التعاملات لكن كان فيها إجحافا وكان فيها من تعاملات الرباوية التي أثقلت كاهل العالمين كلهم في الشرق وفي الغرب وكذلك فبلادنا آرات بحول الله تبارك وتعالى وبإرادتي وتنويه وكان طلب الله لا نبخص الناس أعمالهم أن هذا العمل سنين ونحن نرى أهل المشايخ أولا يدعون في كل مناسبة ولات الأمور إلى ترك هذه التعاملات الرباوية وتخفيفها الكرام إذا نواصل نقاشنا والذي يكون حول الصرفة الإسلامية وكذلك دور الزوايا في تفعيل وإرجاع الثقة لبين المواطن والبنوك لتفعيل هذه الصرفة الإسلامية مع ضيفنا في الأستوديو محمد الشيخ الجيلاني إذن نعود للنقاش سيد جيلاني لو نتحدث عن الصرفة الإسلامية ربما يوجد أزمة ثقة بين المواطن والبنوك يعني من منصبكم هذا إلى أي مدى يمكن أن تساهم ربما الزوايا في إرجاع هذه التقاوة وكذلك تحفيز المواطنين على تفعيل واستعمال الصرفة الإسلامية هو رزاك الله خير لسؤال وجيه أن الزوايا تعد معاقل ومدارس لتربية الأجيال وهي المدارس الأولى عبر التاريخ التي تنشئ وتصنع الرجال تصنع الأجيال عبر هذه التربية الروحية التي يترباها الناشئ ويترباها الجيل منذ نعومة أظافره الزوايا عندنا قبل هذه الصرفة هي تربي الأجيال على العمل وتربيهم كذلك على أكل الحلال لتعلمي أن أول ما نتعلم في الزوايا هي عن المرشد المعيل ما نتكلم على أهل الصوفية وغير ذلك يدربون الأجيال على الخلوة يدربونها على الصوم يدربونها كذلك على تحمل الصعاب حتى أن صاحب المرشد المعيل الذي يحفظه الصبيان عندنا فيه وأول شيء متن نتعلمه في الزوايا هو متن بن عاشر يقول في آخر كلامي عن المبادئ التصوف يحفظ بطنه عن الحرام يترك ما شبه باهتمامه فهذا الشاب الذي ينشئ عند الزوايا وله احتكاك في الزوايا وله صلة بالزوايا لاش كأنه يتدرب على هذا العمل والزوايا تتلقى هي محل ثقة ومحل تردد بالمواطنين تتلقى الأسئلة كل يوم وتثق فيها الكثير من الناس في هذه الشيوخ بارك الله في أعمارهم ورحم الله من من افتقدناهم كل يوم نتكر عن شراء المنازل عن شراء الصيارات عن شراء الأغراض وغير ذلك من أهل الأعمال وأرباب العمل فنحن كذلك نراعي جانب شراء الله تبارك وتعالى وقد استبشرنا خيرا بهذه المبادرة التي نشكر من هذا المقام المبادرين لها كما قلنا من داعين لها من رئيس الجمهورية ومن الأخ وزير الأشغال الشباب شباب ورياضة لا الأشغال تشغيل الشباب والذلك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها كلها كانت قرارة شوعة وكانت حلم وكان بعض المواطنيين يظنوا أننا لا يمكن أن نفارق وأن نخرج عن النقد الدولي حتى أصبح اليوم وصال اليوم صندوق النقد الدولي يبارك هذه البنوك الإسلامية عبر العالم وصار الواقع يلح وصار الواقع مفروضا علينا فنحن نفت بجواز هذه حتى قبل هذه الصيرفة كانت بعض الفتاوى والأهل العلم وفقها من أهل الضرورة وغير ذلك في السكن وغيرها من يفتون لهم بالتعامل مع البنوك العادية لكن يوم الحمد لله الباب صار واسع وأوسع للدخول إليه فنحن من هذا المقام نفتي ونحن من هذا المقام نرغب ونحسس وفي عملية التعبئة للأجيال والشباب أنه جاء وقت العمل سيد شيخ جلالي أكيد توصلتم وتصلكم الكثير من الاستفسارات فيما يخص هذه الصيرفة الإسلامية من طرف المواطنين نتحدث عن الأسئلة التي تأتيكم يوميا وهل توصلتم أيضا مع الوزرات المعنية كما تحدثت فيما يخص الوزرات فيما يخص وزير المنتدى بمؤسسات الناشئة وأيضا وزير المالية نعم هما الأخر وزراء دائما نحن في اتصال معهم وكنا من بين مثلا في الزاوية الشيخية ومن روادها كنا من بين الناس الذين كنا ندعو سواء للأخر الرئيس أو الأخر وزير أو الوزير الأول كنا من الدعي الأولين في الزاوية الشيخية مثلا من أوائل الذين طالبوا بهذا المسعى وطالبوا بهذه الصيرفة الإسلامية فنحن نتلقى نتلقى من استفهامات والسؤالات من الشباب والمواطنين حول كما قلت لك حول هذا الشراء السكن حول هذه الدفعة التي يدفعونها حول هذا العقد وكذلك فلا بد من أن نجعل الناس ونجعل الناس على يقين من أمرهم ونجعلهم كذلك على بينا طيب سيد الشيخ قبل ذلك أمينا نشير فقط للهامة ظهر أسفل الشاشة إن تم إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة سيد يوسف عزوزة وسنوافقكم بتفاصيل أكثر خلال هذا الموعد الأخباري نعم ظهور إذن سيد الشيخ الجلالي لم تحدث عن البلوك التي ستعمل بالصرفة الإسلامية والبنك الوطنية الجزائرية بينا يعني هذا البنك يحتوى على شبابيك تستعمل الطريقة الربوية والطريقة الصرفة الإسلامية هناك الكثير من أطار مشكلة ربما اختلاط الأموال كيف ترون هذا؟ اختلاط الأموال هو نوع من دخول في الضيق لأن اختلاط الأموال الإنسان نحن عندنا شيء الذي تعلمناه عن علمائنا وغير ذلك أن بعض الناس من الفقهاء يبحثون عن الأصل والصوفياء يبحثون عن أصل الأصل وفي العام يكونوا قبلها فلا يبحثوا عن الإنسان الأولى له الوراء الأولى له الإبتعاد عن ذلك الأولى له أن يتجه نحو هذا المصرف وهذا البنك ونحو هذا العقد الذي هو الاستيرافة الإسلامية وهو مئة بالمئة لكن اختلاط اختلاط مثلا لقود واختلاط كذلك العملة ليس من اختصاصك أو من اختصاصي مثلا إنسان أنا مثلا نياتي ممكن صاحب البنكة والعامل في البنكة أو في الكشك فيخرط مثلا أشياء ليس من عملي أنا وإنما الأعمال بنيات فلا يمكن هذا أن يكون عامل وإنما هو أسباب وهي للمتضبطين ومن الذين يريدون أن يجهدوا يجهدوا حتى المبادرات التي فيها شجاعة وفيها أكبر وحد من الحق وغير ذلك وفيها كذلك إبطال مصالح ناس يعني المشكلة ليست في الأموال المتدولة يعني في البنك فقط يعني الصيغة التي ستمنح بها هذه القروض الصيغة التي تمنح بها كما خصصتها في شروطها البنوك سواء كانت في استقل الإسلامي يعني تكون بعيدة عن التعاملات الربوية يعني ما فيها أكيد بعيدة هو البعد في العقد على ما اتفقنا عليها أنا وإياك على ما اتفقنا هو الحرام كان في هذه الأشياء التي كانت تطقلوه كاهل كاهل هذا الزبون في العقد فنحن لا نفتي مثلا نحن حتى نطلع على العقود من قبل كنا نطلع على بنك البركة على عقدي وغير ذلك وعلى بنك التأمين في الفتوى تكون عندها الفتوى في الزوايا وإفتاة تكون على العقد فليس على السؤال مثل أن يتيح الإنسان يسأل وهو لا يفهم أو قال له سمع بأذنه ماذا يكون في البنوك لكن عندما نطلع على العقد الذي وزيره ونحن نأخذ نسخ من هذه البنوك نطلع على فلن راعي فيه جانب الشرعة الله تبارك وتعالى ونرعي فيه جانب التسير ونرعي فيه كذلك من مصالح الناس فلا بد من مصالح الناس أن تسري ولا بد من الحياة أن تستمر نعم طبعا طيب سيد شيخ الجلال نتحدث عن المنتجات وصيغة التي تم طرحها وهي تسعة منتجات نتحدث عن المرابحة يعني الكثير من المواطنين وكذلك المعنيين والمختصين طرحوا هذه وتحدثوا كثيرا عن هذه النقطة يعني وأشاروا على القيمة العالية التي يتم ربحها من هذه الصيغة يعني لو نتحدث قليلا عن هذه النقطة هو البديل البنوك الكلاسيكية والعادية والتقليدية كانت تتعامل بمبدأ الفائدة عندها مبلغ فائدة ولو كان واحد بالمئة أو سبعة بالمئة أو غير ذلك الصرف الإسلامي هي أنت عملت بالمرابحة صيغة المرابحة أنت أولا أنك انتقلت من جانب الفائدة وهو جانب أنه أخذ منك قصة من المال من غير تعب وربما يبيع لك شيء لا يملكه وأخذ وهذا من الأشياء التي في الربا من الأشياء التي تتقل كهي الناس ومن الأشياء التي حرمت الربا أنك تأخذ فائدة وتأخذ مال من غير تعب فهذه صيغة المرابحة ولو كانت تزيد في الأثمان فإنه جائز أنا أشتري سيارة بمئة مليون وأبيعها لك بمئة وخفصون مليون وبمئة وثلاثون مليون فهذا جائز وأنت تعلم أنني ربيحت وحتى من بين الأشياء التي أجازها العلماء أنني أقدم لك قصة للبنك في مقابل أن أتعبا ونقتني هذه السيارة من خارج وغير ذلك من الأشياء ففرق بين المرابحة المرابحة يرفيصل وهو الفرق بين بالتعاملات التقليدية والتعاملات اليوم في السيرفة الإسلامية لو نتحدث الآن وأنا الفكرة حتى أن المرابحة حتى أنها في السيرفة الإسلامية لا تقتصر على المال فقط اقتصرت كذلك على العقار اقتصرت على الزراعة على السيقايا وغير ذلك كمي الأشياء فنحن الحمد لله تبارك وتعالى سندخل بابا كبيرا للتعاملات وبابا للنشاط والعمل ولجل بكذلك الأموال فتأتي مثلا في باب المرابحة تأتي مثلا في المزارعة تأتي في السيقايا تأتي في الموساقات في باب السلم فالبنك كله يتعامل معك وسيسير عمليتك التي تكون أوسع وتكون حالان وتكون مطمئنا حول التقريب حسب ما تطلقت إليها سيد الجلالي أبرز صفات الصيرفة الإسلامية هو الابتعاد عن التعاملات الرباوية والاستغناء عن الفوائد هذه الميزات سترجع ربما ثقامة بين المواطن والبنوك وهنا يأتي دوركم أنتم كزوايا نعم هو نحن نتكلم على الطابع المحلي وعلى الشعب الجزائري أغلبية الشعب الجزائري كان متنكرا أو ناكرا لهذه العمل فقل ما تجدوا إلا المضطرين الشعب الجزائري من طبيعته كدس أمواله في بيوته وفي خيزاناته بسبب هذه التعامل الشعب الجزائري كثير من الناس لهم حاجة ولهم كذلك في أمس الحاجة فلم يتعاملوا الشعب الجزائري من طبعه كما قال كما قال الشيخ هذا الحال شعب الجزائري مسلم ويبقى مسلم حتى أنه لن نتكلم عن المحل فقط عبر العالم أثبتت هذه التجربة من الفائدة في البنوك أثبتت فشلة أنتم تعلمون المجتمع الإمريكي والمجتمع الفرنسي وغير ذلك كثير من ما نتحدث مع مواطنين ومواطنات في الولايات المتحدة وفرنسا في الربا أتقلتهم شراء المساكن أتقلتهم شراء السكنات الصيارات وغير ذلك في الربا يبقى ربا لأنه فيه من العيوب وفيه من المشاكل لأن الله توعده يمحق الله والربا ولم يتوعد ربي سبحانه وتعالى شيئا من المعاصي إلا أصحاب الربا حينما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله فلهذا غلقت بنوكهم وصارت في أسفل السافلين فسنعود للأصل هل ترون ربما أن الصرافة الإسلامية ستقضي على السوق الموازية وبذلك على السيولة نقص سيولة خاصة مؤخرة التي وقفنا عليها في مراكز البريد والبنوك أيضا أكيد إذا استغلينا هذه الفرصة وتحملنا المسؤولية كلنا لأن العيب في المجتمع اليوم أنه دائما يترك المسؤولية ويترك المبادرات على عاتق الرئيس وعلى عاتق المسؤول وإنما ينبغي أن نغتنم الفرص وأن نتجند كلنا للمبادرات وأن نتجند كلنا لكل ما فيه فائدة للصالح العام نعم سيقضي على السوق الموازية وكم أثقر الخزينة العمومية هاتي السوق الموازية ونعم سيقضي على كثير من الأعداد من الآلاف أو الملايين من البطالة وسيقضي كذلك على السيولة التي كثير من الناس نحن نعلم الكثير ونعرفهم ونتعامل معهم أنهم في خزانة كدسوا الأموال ولا يثقوا في البنوك بل شككوا حتى يعملون في البنوك أو في وظائفهم أن أجوركم فيها نوع منها طبعا كما ذكرت سيد محمد الشيخ جلال هي مسؤولية مشتركة يعني من منصبكم وكسؤال أخير وككلمة أخيرة ما هي الرسالة التي ربما تواجهونها لأهل المال والأعمال وكذلك المواطن البسيط للتعميم واستعمال الصرفة الإسلامية في ظل يعني كما ذكرت نقطة مهمة غياب الثقة بين المواطن وكذلك البنوك منظومة المنكية هو أولا من نحن دورنا أزالي دائما متواجدين الحمد لله تبارك وتعالى نحن كما أشرت لك في بداية أننا نربي الإجهال الحمد لله تبارك وتعالى وترارعنا في هذه الزوايا على حب العمل وأكل الحلال فلما نضرب لك مثلا نحن مثلا في الزاوية شيخي الشيخ صديق عبد القادر بن محمد رحمه الله تبارك وتعالى متوفة سنة 1616 ولما نحفظ يا قوتة هولة التي تزيد على مئة بيت لما يأتي على شروط المريد في الطريقة نحن نربي بالحال فمثلا الشيخ عندنا لما نذكر الشيخ سيد الحاج المختار في السخونة أو نذكر كذلك السيد الحاج المبحوص في متليلي هؤلاء يعلّمون الزهد وعلمون كيف نأكل الحلال في طريقتنا الشيخ مثلا وهي الحمد لله بالآلاف تعد في الجزائر يقول في شروطها هذه الطريقة لما تكون فيها بدايتها للغافلين بتوبة وأشراطها محصورة بالتثبت ونصح لدين الله ثم رسوله وخاصته لأن يقول وتطيب لقمته نحن ندعو من خلال رسالتنا للطريقة ومن خلال المريدين هي رسالة للصرفة الإسلامية ولتربية الإجيال على ذلك فنحن ندعو من هذا المقام أننا في مجندين للتعبية وللتحسيس وأننا في إحساس تام ومسؤولية والتزام الذين أننا نسعى في تحسيس الهاتر المبادرة وأننا نترك الحبل على الغارب وأن لا نترك لأنه لما يسكت أهل الحق يتوهم أهل الباطل بأنهم على حق والعيب عندنا في الجزائي اليوم ونرى هي الإشاعات وهي الإفتاء بالجهل وكل أحد يتكلم بما لا يعلم الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك الذي أنزل عليه الوحي ولا تقف ما ليس لك بعلم فنقول هالموا لأهل المال والأعمال هالموا نحو هاته البنوك فرصة اليوم مواتية والحجج اليوم صارت وهية أن تتوجه نحو هاته نحو هاته البنوك بكل الثقة وأمان ويقين بالله تبارك وتعالى أن الله قد أعطاكم نعمة فاحمدوا هذه النعمة واشكروها وعلى الذين حتى لا أطير عليكم على الذين يتكلمون غنقوا ولم كفوا واخرصوا شكرا جزيلا لك محمد الشيخ الجلالي المنسق الوطني الزوايا الشيخي وكذلك مدير المركز الثقافية الإسلامية سابقا بولاية البيض على حضورك معنا ولكل التفاصيل التي منحثنا إياها شكرا شكرا لك يا مينا ولضيف أيضا محمد الشيخ الجلالي